في هدم الإرجاء نتحدث عن قضية مهمة جدا يتهم بها بعض أهل السنة والجماعة فخاصة من الأشعارية والصوفية الصوفية أهل السنة طبعا الغير المبتدعين يتهمون بأنهم من الهرشية ويتهمون بأنهم يقولون بأنه لا تضر مع الإيمان طاعة ولا تنفع مع الكفر طاعة ولا تضر مع الإيمان معصية وأن الإنسان مجرد ما كان مؤمن بالله فليفعل ما يفعل وأمره موكل إلى ربه وبعضهم يقولون كل واحد على دينه الله يعينه وبعضهم يقولون من الأشياء من رأي تعتقد أنه الخضر ولو كان يشرب الخمر وما إلى ذلك وهذا الكلام ليس صحيحا وليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة وليس هو من عقيدة المتصوفين من أهل السنة وليس هو من عقيدة الأشاعرة من أهل السنة والجماعة وهنا أنقل لكم كلاماً لإمام الغزالي الصوفي الأشعري السني في هدم مذهب الإرجاء يقول رحمه الله كما أن من خرب بيته وضيع ماله وترك نفسه وعياله جياعاً يزعم أنه ينتظر فضل الله بأن يرزقه كنزاً يجده تحت الأرض في بيته الخرب يعد ذلك عند ذوي البصائر من الحمقى والمغرورين الإنسان خرب بيته وضيع ماله وضيع عياله واجعلهم جياعاً وقال أنا أنتظر أجد كنز تحت بيتي هذا في العقل يعتبر أحمق ومغرور قال كذلك من ينتظر مغفرة الله كذلك من ينتظر المغفرة من فضل الله وهو مقصر في الطاعة مصر على الذنوب غير سالك سبيل المغفرة يعد عند أصحاب القلوب أو أرباب القلوب من المعتوهين يقول والعجب من عقل هذا المعتوح وترويجه حماقته في صيغة حسنة إذ يقول إن الله كريم وجنته ليست تضيق على مثلي ومعصيتي ليست تضره ثم تراه يركب البحار ويقتحم الأوعار في طلب الدينار وإذا قيل له إن الله كريم ودنانير خزائنه ليست تقصر عنف على فقرك وكسلك بترك التجارة وكسلك بترك التجارة ليس يضرك فاجلس في بيتك فعساه يرزقك حيث لا تحتسب فيستحمق قائل هذا الكلام ويستهزئ به ويقول ما هذا ما هذا الهوس السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وإنما ينال ذلك بالكسب إذن هذا تجده في كسب الدنيا وكسب الدنانير يركب البحار ويقتحم الأوعار في طلب الدينار إذا قلت له الله كريم اجلس في بيتك الله يرزقك يقول هذا حمق طيب أنت تقول هذا حمق كيف تطلب مغفرة الله عز وجل والدرجات العلاء من الجنة وأنت مقصر في الطاعات منهمكم في المعاصي والسيئات قال وهذا يقول هذا هوس إذا قلت له اجلس في بيتك سيأتيك رزقك هذا هوس السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وإنما ينال ذلك بالكسب وهذا قدره يسبب الأسباب وأجرى به سنته ولا تبديل لسنة الله هكذا فلسف عليه يقول ولا يعلم المغرور أن رب الآخرة ورب الدنيا واحد وأن سنته لا تبديل لها فيهما جميعا وأنه قدر إذ قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فكيف يعتقد أنه كريم في الآخرة وليس كريم في الدنيا وكيف يقول ليس مقتضى الكرم الفطور عن كسب البال ومقتضاه الفطور عن العمل للملك سبحانه وتعالى وكيف يقول الله كريم سيرزقني لا بد لي أن أعمل حتى أكسب رزق الله ولا يقول لا بد لي أن أعمل حتى أكسب بحبة الله عز وجل وأكسب رضاه وأكسب قربه يقول الغزالي بعد ذلك فنعوذ بالله من العمى والضلال فما هذا إلا انتكاس على أم الرأس وانغماس في ظلمات الجهل وصاحب هذا جدير بأن يكون داخلا تحتقول الله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا أي أبصرنا أنك صدقت إذ قلت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فأرجعنا نسعى وعند ذلك لا يمكن من الإنقلاب إلى الدنيا وحق عليه العذاب فنعوذ بالله من دواعي الجهل والشك والارتياب السائق بالضرورة إلى سوء المنقلب والمآب لاحظنا من هذا النقل كيف أن الإمام الغزالي يقول أن الإنسان لا يمكن له لا يمكن له أن ينال مغفرة الله إلا بالعمل ولا يمكن أن ينجو يوم القيامة إلا بالعمل ولا يمكن أن تكفر سيئاته إلا بالعمل ولا ينال مغفرة الله إلا بالعمل وهذا هدم صريح للإرجاء والقائلين بالإرجاء السؤال الآن إخواني الكرام ماذا يفعل التائب بعد الذنب؟ الواجب عليه التوبة الندم والاشتغال بالتكفير بحسنة تضاد الذنب قال إذا لم تساعده نفسه على العزم على ترك الذنب لغلبة الشهوة فقد عجز عن أحد الواجبين فلا ينبغي أن يترك الواجب الآخر وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة ليمحوها فيكون ممن خلط عملا صالحا وآخرا سيئة فالحسنات مكفرات للسيئات الذنوب إذا كان الذنوب بالقلب يكف يعني كأن كان تشهي أو التفكر بأشياء سيئة يكون يكفره التضرع إلى الله عز وجل بسؤال المغفرة والعفو وباللسان يكون الإنسان المذنب الأعمال باللسان من أجل التوبة والاعتراف بأنه ظلم نفسه وبالاستغفار فيقول ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ذنوبي أما بجوارحه فتكون بالطاعات والصدقات وأنواع العبادات وللتوبة ثمرتان الثمرة الأولى تكفير السيئات حتى يصير الإنسان كمن لا ذنب له الثمرة الثانية للتوبة نيل الدرجات حتى يصيرها حبيبا لله عز وجل ولتكفير أيضا درجات قال فبعضه يكون بمحو الذنب بالكلية وبعض التوبة تؤدي إلى التخفيف من الذنب وتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة ودرجات الاستغفار يقول الإمام الغزالي فإياك أن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيها وذرات المعاصي فلا تنفيها وماذا عن الاستغفار اللساني قال الاستغفار باللسان أيضا حسنة إذ حركة اللسان بها خير من عدم الحركة طيب إذا كان القلب غافل هل يكفي الاستغفار اللساني يقول تقول رابع العدوية استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير يقول الغزالي لا تظن أنها تذم حركة اللسان من حيث إنه ذكر لله تعالى بل تذم غفلة القلب فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة القلب لا من حركة اللسان فإن سكت عن الاستغفار باللسان أيضا احتاج إلى استغفارين استغفار لتركه الاستغفار باللسان واستغفاره لغفلة القلب فهكذا ينبغي أن تفهم ذم ما يذم وحمد ما يحمد كما يقول القائل حسنات الأبرار سيئات المقربين أقول الغزالي وينبغي أن لا تستحقر ذرات الطاعات والمعاصي ولذلك قال جعفر الصادق إن الله تعالى خبأ ثلاثا في ثلاث رضاه في طاعته فلا تحقر منها شيئا فلعل رضاه فيه وغضبه في معاصيه فلا تحقر منها شيئا فلعل غضبه فيه وخبأ ولايته في عباده فلا تحقر منهم أحدا فلعله ولي الله تعالى وزاد وخبأ إجابته في دعائه فلا تترك الدعاء فربما كانت الإجابة فيه طيب إذا كان الإنسان يصر على الذنوب ما الأمور أو الأدوية النافعة من أجل حل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب قال هناك أربعة أدوية الدواء الأول هو التفكر بما في القرآن الكريم من الآيات المخوفة للمذنبين والعاصين وكذلك الأحاديث والآثار النبوية التي تتحدث عن عقاب العاصين الدواء الثاني حكايات الأنبياء والسلاف الصالحين وما جرى عليهم من المصائب بسبب ذنوبهم قال فذلك شديد شديد الوقع ظاهر النفسي في قلوب الخلق مثل ما حصل مع آدم عليه السلام وعصيانه وإخراجه من الجنة قال وأمثال هذه الحكايات لا تنحصر ولم يرد بها القرآن والأخبار للسمر فقط للتسلية بل الغرض بها الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يتجاوز عنهم في الذنوب الصغار فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب الكبار الدواء الثالث أن يقرر الإنسان في نفسه أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب وأن كلما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جناياته فرب عبد يتساهل في أمر الآخرة ويخاف من عقوبة الله في الدنيا أكثر لفرط جهله فينبغي أن يخوف به فإن الذنوب كلها يتعجل في الدنيا شؤمها في غالب الأمر يعني هذه الذنب سيكون عقوبته في الدنيا قبل الآخرة فالإنسان يتق الله عز وجل كي لا يبتليه بمصيبة من المصائب هذه من الأدوية من الأدوية أيضا ذكر العقوبات على الذنوب كعقوبة شرب الخمر والزنا والسرقة والقتل والغيبة والكبر والحسد وما إلى ذلك فتذكروا العقوبات التي تنزل بالإنسان العقوبات الأخروية والعقوبات الدنيوية إن كان هناك تطبيق للحدود الإسلامية هذا يجعل الإنسان يخاف من هذه الذنوب فلا يقدم عليها طيب ما هو سبب إصران الناس على الذنوب قال من أسباب إصرار الناس على الذنوب أولا أسأل أول أن العقاب الموعود به غيب ليس بحاضر وهو عقاب أخروي والنفس جبلت على التأثر بالأمور الحاضرة فتأثرها بالأمور الموعودة بالمستقبل الضعيف السبب الثاني على الإصرار على الذنوب أن الشهوة التي تدفع الإنسان للذنوب لذتها موجودة وهذه اللذة موجودة في الحال وهي ناجزة كما يقال فيتعجل الإنسان جلب هذه اللذات فالعقاب غيب واللذة موجودة فالإنسان يقدم على هذه اللذات فأقول أتوب لاحقا قال والإنسان اعتاد على هذا الأمر والعادة كما يقال أحاسة خامسة أو طبيعة خامسة كما يقول الإمام الغزالي فالإنسان يميل إلى الأمور الحاضرة وينام عن الأمور الغيبية يقول الله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة يقول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا من الأسباب أيضا أنه ما من مذنب مؤمن إلا وهو في الغالب عازم على التوى وتكفير السيئات ولكن يسوف ويطول وقول إن شاء الله أتوب طيب ما العلاج لهذا التسويف والتأخير قال العلاج بالتفكر بأن تأخر العقاب يعني أنه لا يوجد عقاب فكل ما هو آت آت وأن ناظره غدا لناظره قريب وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك نعله فما يدريك لعل الساعة تكون قريبا لعل موتك يكون الآن أو بعد لحظات وكل ما هو متأخر سيأتي فكما أن الإنسان عليه يتفكر بأن من يؤجل التوبة سيكثر ندمه يوم القيامة ويذكر أن أكثر صياح أهل النار من التسويف من أسباب التسويف أيضا انتظار عفو الله ويقول الله يعفو عني الله يعفو عني ويرتكب المعاصي قال وهو حاله كحال من ينفق جميع أمواله ويترك نفسه وعياله فقراء منتظرا من الله فضله فضله يرزقه على العثور على كنز في أرض خريبة فمنتظر هذا في غاية الحماقة والجهل فعلا الإنسان أن يتفكر بلقاء الله عز وجل وأنه في أي لحظة يمكن أن يختطفه الموت وأن غالب صياح أهل النار بسبب تسويفهم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن والصدق المرسلون وفي ربنا أخرنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير نصل بهذه الآن إلى نهاية مقام التوبة على أمل اللقاء بكم في محاضرة قادمة أترككم في رعاة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته